موسيقى انطرت يعني أبيع مسوق الشيخ ردوان عندي خمسة طفال وجوز كبير تعرف بشول في غزة الوضع سيء يعني وانا روح أشحد مثلاً موسيقى أنا علا أمبارس كريا انطرت يعني أبيع مسوق الشيخ ردوان عندي خمسة طفال وجوز كبير وببيع خضار يعني كل موسم موسم مثلاً بامية دوالة جوافة فرنساوك كلمتينا واللي ببعثه الله يعني جوز أول شي يعني باش حيقدر يطلع يبيع وزالة ما كبير وبقدر يشتغل يعني أولاد صغار يعني وهالحياة يعني انت عارب شول في غزة الوضع سيء فهي اللي خلانا أنزل أنا على السوق فسمرت الأياب في شهر رمضان الفضيل إن شاء الله كل عام ونتوا بخير يا ربي الخضار ماشي يعني جرجير الفجل البصل البقدون سروكا في رمضان يعني بس تساعة عشرة وعشرة ونص بنظل يعني أنا للأربعة أربعة ونص متلان بروح على البيت بحضر فطور بزبط بعمل أمرار بطمخ بالليل عيومين إشي زي هيك يعني والحمد لله يعني الإشي مش هالمربح وانتوا يعني عارفين يعني بس الحمد لله يعني لو حمله عشرين شكل تلاتين شكل وبتمشي هالحيال وحش بنتسوي الحمد لله بالبداية يعني كانت صعبة كل مرحلة صعبة في البداية يعني مش ممكن تبسني بشارع أو تقف ع باب محل أو باب دار إنهم يردولك يعني نفسهم الناس اللي قاعدوا حوالي يعني سيء كان فقال لي قلت له اللي بكت على رزق أولادي يعني أنا وانا روح هوي بيتي هانا يعني أنا علاقتي مع الناس الحمد لله يعني أنا محبوبة بيقولوا طيبة مش غيب مش غيب يا أختي بتصرحها لها أهلا وسهلا يا عمه أهلا وسهلا يا أختي تفضل يا أخوي يعني الحمد لله الأمور كويسة يعني نسبة للزبائر والناس وبالعكس يعني الكل الحمد لله يعني اللي بيشوفني بيشتري مني يعني بيقولوا حبوبة مرة محترمة يعني ورزقتها ورزقت أولادها يعني الحمد لله الأمور ماشية يعني عندي خمس أولاد وبتعب عليهم زي ما أنتم شايفين يعني تعب تعبها يعني الحمد لله في الشتاء كمان يعني ممكن أبسط أنا في الشارع الشمسية أحطها كمان متعب وشقها وأمرار بعتي ما بعتيش ومش كل السواق زي بعض مش كل الأيام يعني هاي عندي قبضة سلطة يعني اللي بيجي سبوع لسوق يتعبان بس يعني الحمد لله يعني كان أنا يعني روكة وإش نضيف يعني الزباين بيجي عليا والحياتة عم ممرار يعني منظلنا للمغرب بالسوق يختي يعني حتى مرداش حتى لو حطت ابني تحت ما ظلني رايحة جاي عليه ما أنت شايفي البيت قريب ما بيقولش عليا دشرو يعني صغار يعني مثلا جبلية كارة إشي حد اتعرض له لكن اللي أنا ظلنا حواليهم البيت أنا بالليل يعني مثلا بخسل خسيل أمرار بعجل بالليل باقول بعيدنا الله إحنا إيش كنا نسوي أما الولاد بيكنسوا بيضبطوا بنطفوا حراب يعني بيضبوا بيجلوا لو أنا ما اشتغلت إش يعني إيش تخلى لي أختها أنطرها بيع قلنا الله يعني لكن الدنيا بدها صبر يعني تغيرت بشخصية يعني صار سبحان الله أنا أتعامل زي رجولي هي في كل بنادة في ستة ولا بزالة ما مش عيب الرجولي حتى في بيتي يعني بالعكس أنا في بيت مدلع أولادي يعني حتى خواتي أختي أنت طلقا لهم الحبل مش عارب فيش خلص يعني ما أقولها أولادي يعني لازم أنت أختي يكونوا حواليك أمرار مثلا بيقعدوا في الضار بفتحوا التلفزيون أي شي يخت صغار مثلا خليهم يدرسوا لكن أنا بقول عشان خاطر أولادي اليوم بكبروا إن شاء الله بتعب سنة سنتين ثلاثة بعد هالعمر وإن شاء الله بتصيروا سلام واركن عليهم يعني أنا كان نفسي عندي محل أكبر البصة عندي محل حتى مش أنا أقف أقف مع أولادي ساعة ساعتين وأروع على البن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر